ده الموضوع طلع كبير اوي يا جماعة طيب خلونا نجد الترحيب مرة تانية بدكتور نوح طلعت عبدالقوي امين سر التحالف الوطني للعمل الاهلي وكنت بقول انه الرئيس كان بيعلق لما كنا في المنصورة على مسألة استبدال رؤوس الماشية لدى المربين بالمواجه المستوردة او الفصائل الجديدة اللي جاي من اوروبا لانتاج الالبان وقال يا جماعة المسألة ماشية ببطء شوية فعاوزين نصراها واظن انتم تتعاونوا في ده مع وزارة الزراعة بتعملوا ايه بقى هو الحقيقة موضوع الاهتمام بالثروة الحيوانية وانه ده يبقى مدخل بالنسبة لنا لتمكين اقتصادي ده موضوع مهم جدا والحقيقة هو سيادة رئيسي يعني كلف به اكتر من المرة ويمكن كتأون مرة في افتتاح محط التجميع البان في استداد في يمكن شهر ستة اللي فات وهو أكلف المجتمع المدني لانه وسيادته مطالع على نشاط المجتمع المدني فيما يخص التمكين الاقتصادي المرتبط بالثروة الحيوانية لان دي مشروعات بتبقى ماشية مع طبيعات اغلب المواطنين في الريف هو كده كده الرعاية وتربية القطعان دي حاجة من ثقافتهم ومن شغلهم فبالتالي انا لما بستهدف مواطن زي ده ان انا اساعده بفرصة تمكين الاقتصادي بتكون رأس الماشية مشروع يعني مناسب جدا الحالي احنا بتقول الفترة الفاتت قبل تكريفات سيادة الرئيس كنا مركزين جدا في مشروعات التسمين وهي مشروعات بتبقى مربحة جدا للمواطن لانه هو بيستلم اتنين راس بتبقى حجمها صغير حوالي متين وعشرين كيلو بين الديهاله يعني مش بيدفع فيها اي فلوس وبيبتدي انه هو يتولى تربيتها لمدة دورة كاملة حوالي ستة شهور بيوصل وزنها في ستة شهور دول حوالي ربعمية وخمسين كيلو في الخلال الفترة دي انا بساعده في التغذية في رعاية بيطرية كل حاجة وده بيبقى رأس مال عنده انه هو يبتدي يشتغل من خلاله اذا كان الرؤوس دي هيباعها وسلمه رؤوس تانية اصغر واتفضل الدورة التربية دي مستمر طبعا ده بيكون مصدر دخل ممتاز ليه وفي نفس الوقت احنا عندنا هدف اكبر وهون يبقى فيه نوع من انواع اكتفاء ذاتي من اللحوم وده بالتبعية هيخلي اسعار اللحوم تقل في السوق يعني احنا برضو اي مساعدة بنقدمها المواطنين بنكون لازم بصين على البعد التنموي اللي ورده الحقيقة فيما يخص كمان تربية السلالات اللي هي محسنة ورثيا اللي هي بتبقى منتجة للقلبان ده كان يعني من ضمن المشروعات اللي بدأنا فيها وبعد تكليفات السيد الرئيس تعاوننا مع وزارة الزراعة ونفذنا نمط تجريبي نحنا سلمنا مئة اسرة في محافظة الفانيون عدد مئة راس من فصيلة هولشتاين اللي هي بتبقى منتجة الالبان الحقيقة الفصيل دي يعني ممكن المربي او صغار المربيين في الريف يقدروا لهم يتعاملوا معها بس لازم باشراف يعني لازم باشراف يعني لازم باشراف باشراف بايطاري من الوزارة طبعا يعني من الوزارة او من المجتمع المدني او من ده كترة بيطاريين يعني القطاع الخاص احنا بنجد عمداته للواتح عشان ما يبقاش فيه حامل برضو على الوزارة فبنعمل ده وبنساعد فيه الفلاحين حتى المكان نفسه اللي هيتم فيه التربية احنا بنهيقه يعني بنخليه انه هو مناسب انه هو يستقبل النوع ده من السلالات اللي هي مش واخده على البيئة المصرية ودرجة الحرارة المصرية طبعا وفكرة انه يبقى في بعض الفصول السنة بيبقى فيه هيت سترس ممكن الرأس ما تتحملوش وبنتابع لأكتر من كده المربي بيكون واخد على راس بتديله خمسة كيلو في اليوم وعارف هو هيباعهم ازاي طبعا انا لو سلمت راس بتطلع في اليوم خمسة وعشرين كيلو لازم باتفق مع مركز تجميع بالزبط واحنا بنساعده في ده انه يبقى فيه مركز تجميع البان فيه مركز تجميع في القرية يقدر ياخد الكمية الكبيرة دي لو انا النهاردة سلمت ميت راس مية في خمسة وعشرين كيلو في اليوم بنتكلم في اثنين طن ونص البان في اليوم فاحنا بنوصل حتى مركز تجميع البان بشركة قطاع خاص انها تاخد منه ده بحيث ان تبقى يعني لازم يقول الحلقة متكملة مايبقاش عندي خلل في اي وقت في المنظومة دي والحقيقة احنا بعد ما عملنا ده لقينا انه لا هو يعني حلم الكبير وان احنا يبقى فيه احلال كامل لكل السلالات الموجودة دلوقتي بسلالات محسنة تدينا الانتاج الضخم ده وانحق اكتفاء ذاتي لان ده يعني هيبقى فيه اتجاه اكتر لنومة المزرعة والحقيقة احنا عندنا مزرعة داخل مؤسسة من مؤسسات التحالف هي بنك التعامل مصري هي موجودة في محافظة البحيرة اسمها وفرة ودي احنا جرمنا فيها النمط انه يبقى فيها اربع تلاف راس هولشتاين ودي يعني تعتبر حاجة كبيرة جدا لان احنا لما رصدنا تربية النوع ده في بيئة المزرعة ورعاية بقى بتكون افضل وبتكون اكثر احترافية لان الانتاجية ارتفعت معنا لستين كيلو من الراس في اليوم طبعا ده كان يعني رقم هيل بدل خمسة وعشرين سبعة وعشرين يعني الدبل اكتر كمان بقت ستين كيلو في اليوم وطبعا يعني بيبقى في حفاظ بقى كمان على الراس دي ان هي بتبقى بالنسبة لنا رأس مال لانه هي مكلفة جدا سعرها غالي جدا وبالتالي احنا فكرنا النمط المزارع ده احنا هنعممه وهنكرره في محافظات مختلفة وهنوفر عن طريقه فرص عمل لبعض الشباب بحيث انه هو يبقى انا حققت لنفس الهدف ان انا عملت تشغيل وعملت احلال كامل السلالات طيب